هل أنا حبانا مشاهدينا في كل مكان بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح اليوم رح أتكلم عن شيء كتير كتير مهم هو عبارة عن سؤال ما هي نظرتك إلى نفسك وخليني قبل ما أبتدي بالكلام رح أقرأ أيتين من سفر العدد من طورات موسى في العهد القديم سفر العدد آسف إصحاح 13 من آية 31 وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد مننا فأشاعوا مذمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل قائلين الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناس طوال القامة وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة فكنا في أعيننا كالجراد وهكذا كنا في أعينهم هاي واحدة من القصص الحزينة جدا في العهد القديم مكتوب أنه الله أخرج شعب إسرائيل بذراع قوية وضرب أرض مصر بضربات عشرة وكانت واضحة جدا حتى أمام السحرة والعرفين في مصر وقالوا لا نستطيع أن نقاوم فإذا قاومنا إحنا عم نقاوم فعلا قوة الله أو إصبع الله وخرجوا بذراع شديدة وفي البرية الرب كان معهم وشافوا معجزات عظيمة جدا وصلوا إلى مكان وطلب الرب من موسى أنه يرسل 12 شخص كل شخص يعتبر رئيس بمثل الصبت من 12 صبت ويروحوا يتجسسوا الأرض وهذا شيء طبيعي اعرف عدوك عشان تعرف الاستراتيجية من وين تفوت كيف تفوت وكان الطلب يعني اعرف شو نوعية البلاد تضريسها الشجر اللي فيها نوع السكان وهكذا يعني أعطينا فكرة من الشمال للجنوب كل المناطق عن الشعوب المتعددة في أرض كنعان وفعلا رجعوا 12 وأعطوا تقرير حلو أنه فعلا الأرض كما يقال أنه أرض خصبة أرض جميلة أرض تفيد لبنا وعسلا لكن مع كل هذا في تقرير كان سلبي وفي تقرير إجابي التقرير السلبي هو جاء من الأغلبية من العشر أصباط أو من العشر رؤساء اللي بمثلوا الأصباط ولحظوا الكلام اللي قرأت على مسامعكم بقول هناك يعني في الأرض تأكل سكانها وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناس طوال القامة وجميع الشعب طبعا وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة أوكي فعلا الشعب كان يعني أرض كنعان معروف في شعوب كنعان كلها جبابرة طوال القامة شعب محارب لكن مش بتأكل سكانها لأنه كان نوعا ما الشعوب متطورة لكن الغرض من دخول أرض كنعان بسبب خطاياهم القذرة والكثيرة جدا منها الشزوز الجنسي وتقديم الأولاد ذبائح لآلهة كنعان مثل مولوك ومالكم إلى آخره فقالوا هذه العبارة كنا في أعينهم كالجراد والمصيب الأكبر وهكذا كنا في أعيننا طبعا إذا في شخص مقاتل وطبعا إحنا بنعرف من المقاتل إذا أنت موجود في حلبي نصف المعركة أو الانتصار هي من خلال أنك أنت فعلا تسيطر عليه وعادة تخيفه تتطلع في عينيه إلى آخره فالظاهر أنه كانوا بيتطلعوا على الأصباط أو على الشعب وكانوا بالنسبة لهم جراد لكن الأخطر لما الشعب اللي معاه إله عظيم جدا اللي هزم فرعون السوبر باور أقوى بلد في العالم ومع كل هذا عم بيشوفوا أنفسهم يعني كالجراد يعني في مخطوطات أرتحش آسف فرعون مصر لما دخل على أرض كنعان بيتكلم أنه خلال أسبوعين دخل إلى أرض كنعان وحتلها ووصل إلى مجدو فإذن إذا السوبر باور لم تقف أمام الله فلماذا يخفون من شعوب الأرض وهي مشكلة أحبائي مشكلة كبيرة كبيرة فالشخص اللي بينظر إلى نفسه بيشعر أنه إنسكيور ما عنده أمان في ذاته فالشخص اللي ما عنده أمان هو شخص عنده صغر النفس واللي عنده صغر النفس بيحاول يعبر عنها بالكبرياء فبيبتدي يتخبط مع نفسه ويخبط في الآخرين وهذا اللي حدث أشاعه مذمة يعني حاولوا إنه تخويف قلوب الناس إنه إحنا شو عم نعمل رح نفوت على الأرض هناك الشعوب بتوكل سكانها وإحنا مثل الجنادب يعني مثل الجراد يعني ده بيدوس علينا خلاص يعني ما كانش عندهم رؤية ما كانش عنده هدف مع إنه كل الغرض من الخروج من أرض مصر الدخول إلى كنعان كان لازم يواجهوا عمالقة كتيرة عمالقة داخلية وعمالقة خارجية حاربوا عمالقة مثلا وانتصروا لكن الأشد خطورة هو عمالقة الشك والخوف وعدم الإيمان وصغر النفس اللي بتخلي الإنسان يشعر بضعف أمام هؤلاء كنا في أعيننا كالجراد وهكذا كنا في أعينهم تعرف سفر الأمثال إصحاح 23 أي سبعة مكتوب لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو تعرف كتير مرات الماضي بتاعنا بأثر على الحاضر اليوم بتاعنا فإذن إذا الماضي كله فيه تخبط وفيه إحساس بصغر النفس وفيه إنك إنتي مش عم تعطي قيمة لنفسك دايما فيه تقليل من ذاتك ومن أهميتك ودايما بتشوف حتى كشعب بنشوف أنفسنا أقل من سائر الشعوب أو كشخص دايما منظر للآخرين كأنه إحنا أقل من الشخص الآخر فهذا يؤثر على حاضرك يؤثر على مصيرك أيضا ويؤثر على قراراتك واختيارك فأنت بتتحرك بالخوف بتتحرك إنك شخص متقلقل وبتتحرك بعدم الإيمان لأن الرب نفسه قال في إصحاح 14 آية 11 وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأصيرك شعبا أكثر وأعظم منهم فإذن كان الشعب الأغلبية كان عنده روح السلبية كان عنده مشورة ضعيفة إذا الناس اللي محتاجين نأخذ مشورتهم هم إضعاف مش مثل لإلنا هم الناس اللي عايشين بخوف وعدم إيمان كيف ممكن إحنا ننمو مثلا ككنيسة أو كشعب الله منبتدي نشوف كل ديانة كل شعب كله كأنه عماليق كأنه عمالقة جبابرة بيصير عندنا الحال إنه إحنا كنا في أعينهم كالجراد وهكذا كنا في أعيننا أيضا شافوا أنفسهم أنهم صغار صغار النفس لم يفهموا قيمة أنفسهم أو حتى قيمة إلههم إنه الإله اللي معهم هو اللي هزم فرعون هو اللي هزم مصر هو اللي قادهم في البرية هو اللي شق البحر الأحمر فإذن ما هذا الخوف وهذه السلبية عملاق صغر النفس عملاق الخوف عملاق المزمة والكلام اللي فيه بيحبط وبينزل من موقف الآخرين موقف عدم الإيمان ومكتوب لم يقدروا أن يدخلوا الراحة لعدم الإيمان في مرة موسى لما راح يعني في سفر الخروج إصحاح 6 وكان بيكلم اليهود أو القيادات مكتوب لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية تعرفوا أخذتهم السنين كثيرة لأنه خرجوا من مصر مع أنهم كانوا أحرار وشافوا الهزيم كيف البحر الأحمر لكن ضلت فكرة العبودية في داخلهم فالرب احتاج أربعين سنة في الصحراء حتى يزيل هاي روح العبودية وصغر النفس من حياتهم وين تتحرروا لما دخلوا منطقة تسمى الجلجال وهناك مكتوب دحرج الرب العار عن الشعب لأنه فعلا الإنسان اللي عنده صغر نفس دايما عايش في العار عايش في الخزي عايش مهزوم عايش مهزوم عايش قلقان عايش بضعف ما عنده إيمان فدايما حياته بينزل للآخرين كأنه عمالقة وبالحقيقة الرب ضربهم بالوباء خسروا حياتهم خسروا مصيرهم وخسروا الهدف الأسمى إن يفوتوا على أرض كنعان خرجوا من مصر للدخول إلى كنعان لكن مكتوب بأغلبهم لم يسر الله مين اللي دخل الكنعان؟ أولادهم من سن العشرين فما دون وما عنده اتنين اللي هو يشوع بن نون وكالب بن يفنة كالب قال إننا قادرون على امتلاكها شوف لغة الإيمان يشوع قال هم خبزننا يعني أخذوا النصرة قبل حتى ما يفوتوا إلى أرض كنعان مكتوب في كورنتس الأولى لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه فإذن كيف إحنا محتاجين؟ محتاجين نشفى من صغر النفس محتاجين أن نكون في محضر الله في محضر الله مكتوب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم وإن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجددوا يوما فيوما فإذن أنا كل يوم محتاج أتجدد في ذهني أمام محضر الله شيء آخر أنت اعرف ذاتك مش باللي بتشوفه بتسمعه اعرف ذاتك وقيمتك في نظرة الله إلك أنت محبوب أنت مفدي أنت ابن وبنت للرب امتحن نفسك شو اللغة اللي أنت بتتحدث فيها هل هي لغة الانكسار أم لغة الانتصار هل اللغة اللي تشعرك أنك أنت عندك ثقة وعندك إيمان وعندك يقين وعندك إله عظيم هو بحبك وعندك إله اللي غلب وقام من الأموات وعن بيصيرك في موكب النصرة فالنتيجة أحبائي هذه الأخبار السلبية وإشاعة المزمة هي شيء فعلا خاطئ جدا وكم من القيادات المسيحية وكم من الكنائس اللي بدل ما تتكلم بالإيمان عم من ساير عم من ساوم عم نتهادا بالحق الإلهي والحق الكتابي لكن خلينا ندرك إنه اللي فينا واللي معنا أعظم من كل قوات العالم ونستطيع أن نكون كما قال بولوس أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينه كل شيء مستطاع للمؤمن صليها قل له يا رب خليني أفهم قيمتي في النظرة اللي أنت بتنظر إليه زيد إيماني إش في أعماقي إش في الماضي بتاعي وعطيني أسير بقوة القيامة أمتلئ من الروح القدس حتى أتكلم بكل جرأة وبكل جهارة ربنا يباركك وبصلي ربنا فعلا يشفيك اليوم من صغر النفس وأنه كل الجبابرة وكل العمالقة تستطيع أن تصحقها في اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد من فضلك اعمل شير مع الآخرين ربنا يباركك ترجمة نانسي قنقر